السلام عليكم عزيزات التلميذات أعزاء التلاميذ مرحبا من جديد في الحصة الثانية من درس القراءة تحت عنوان زيارة إلى الرباط أولا نقرأ الكلمات البصرية ركزوا بصركم فيها ونحن نقرأها إنها فيها إلى ثمة الأوداية جيد نمر الآن للقراءة المشتركة رددوا معي لو كان لي جناحاني لطرت فوق البحار والصحاري ورفرفت فوق الوديان والسهول والجبال والبراري لو كان لي جناحاني لطفت في كل البلدان والأقطار ولا زرعت المحبة في كل الديار أحسنتم الآن لنشرح بعض الكلمات الصعبة البراري لنشرحها باستخدام شبكة المفردات هي البراري نعم المزارع أيضا الغابة أحسنتم الحقول أيضا الصحراء نعم أيضا المروج وهي أراد مخضرة كلمة طفتو لنشرحها باستخدام خريطة الكلمة إذن طفتو هل هي اسم أم فعل أم حرف نعم إنها فعل ما ضدها جيد استقريت أو أقمت ما مرادفها ممتاز جلت ونقول أيضا ضرت لنضعها الآن في جملة مفيدة فكروا قليلا نعم طفتو حول الكعبة الشريفة نعم طفتو حول بقاع العالم ممتاز ننتقل الآن إلى قراءة النص نقرأ معا الفقرة الأولى والثانية أذكركم بضرورة القراءة السليمة المعبرة مع احترام علامات الترقيم ومخارج الحروف وأيضا الطلاقة زيارة إلى الرباط كان محمد وإتري وزينة في ساحة المدرسة إنهم يتصفحون صور المعالم التي تمت زيارتها خلال الرحلة التي نظمتها المدرسة إلى مدينة الرباط لفائدة تلاميذها وتلميذاتها لقد رتبت الصور كما لو كانوا يتابعون برنامج الرحلة صور عن زيارة للمتحف الوطني وقصبة الأوداية ووادي أبي رقراق وصومعة حسان ومحطة القطار بحي أجدالة أحسنتم نمر الآن إلى إغناء المعجم أولا نشرح المتحف الوطني باستخدام شبكة المفردات لنبدأ نعم معارض جيد صور ممتاز منحوتات نعم لوحات فنية أيضا آثار قديمة جيد كذلك تحف نادرة وتحف نادرة بمعنى كل شيء ذو قيمة علمية أو فنية أو تاريخية جيد الآن نضع في كل جملة الكلمة المناسبة لمعنى يقطع هل نقول يمزق أم يقطف أم يعبر نبدأ الجملة الأولى يقطع الطريق بسرعة ماذا نقول فكروا طبعا يعبر الطريق بسرعة الجملة الثانية يقطع الورقة إلى شطرين جيد يمزق الورقة إلى شطرين الجملة الثالثة يقطع ثمرة من الشجرة أحسنتم بمعنى يقطف ثمرة من الشجرة ممتاز لنكتشف الكلمة التي لا تنتمي إلى معالم المدينة من بين الكلمات التالية استمعوا جيدا مدحف حي محطة صومعة مزرعة شارع إذن ما هي الكلمة التي لا تنتمي إلى معالم المدينة؟ جيد مزرعة فهي من معالم القرية أي أننا نجدها في القرية أخيرا نستعمل الكلمات البصرية في جمل مفيدة أعطيكم بعض الأمثلة إنها مثلا نقول إنها مدينة جميلة أو إنها اللعبة التي أحبها الكلمة الثانية فيها مثلا نقول مدرسة رائعة فيها ساحة كبيرة أو الأسواق فيها كل ما تشتهي الأنفس إلى مثلا أشتاق إلى أصدقائي أو أتوجه إلى المدرسة باكرا ثمت مثلا في الحديقة ثمت الكثير من الحيوانات ثمت بمعنى هناك أو فيها جملة أخرى ثمت ما يقلقني يا صديقي أو ثمت أمر لا بد من ذكره الأوداية مثلا توجد الأوداية في مدينة الرباط أو نقول الأوداية رمز من رموز بلادي كذلك تعد قصبة الأوداية من أبرز المعالم التاريخية في العاصمة المغربية الرباط أترككم الآن إلى إنتاج جملكم الشخصية إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر